مدارس الخاصة مدارس الخاصة طبعا تعتمد على كتب دراسية من خارج المغرب وهنا تطرح إشكالية دور الدولة في مراقبة التعليم الخاص التعليم الخاص ينبغي أن يكون جزءا من المنظومة التربوية وليس على هامش المنظومة التربوية هو مكون طبعا ضمن المكونات الأخرى القطاع الخاص والقطاع العام ينبغي أن يكون وجهان لعملة واحدة هي المنظومة التربوية دور الدولة في مراقبة التعليم الخاص لا يتم بالشكل المطلوب والتالي لا توجد هناك مراقبة تقريبا للتعليم الخاص وعندما يعني تنفضحه بين قوسين حادثة وقعت في مؤسسة المستقيم الخاص أهلا ذاك نجيد أن الدولة ممكن أن يقع تدخل ولكن ليس هناك تدخل منتظم خاصة وأن الرؤية استراتيجية والقرار الإطار نصى على ضرورة تكون هناك معايير موحدة معايير موحدة للقطاع العام والخاص